لذلك ربنا يعاتب سيد الأنبياء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أو يقول في آية أخرى لم تحرم ما أحل الله لك يعني هذا الحلال استفيد من عنده النبي أعبد الناس حتى عبادته لربه ربنا يريد سعادته فيها ولا يريد الشقاء له قم الليلة إلا قليلا نصفه أوزد عليه ورتل القرآن ترتيلا نحن ما أنزلنا القرآن حتى تكون شقي أنزلنا القرآن حتى تكون سعيدا تتمتع بحياتك تتمتع بما أحل الله لك فلا يجوز لأحد أن يحرم على نفسه ما أحل الله له كما لا يجوز له أن يحلل ما أحرم الله عليه الإمام الصادق سلام الله الإمام الباقر سلام الله عليه أبو جعفر يأتي إمرأة إليه وتقول له إني متبتلة التبتل في اللغة العربية يعني الزهد وكثرة العبادة تقول إني متبتلة فقال الإمام سلام الله عليه وما التبتل عندك شنو التبتل عندك قالت لا أريد التزويج أبدا أريد أتفرغ للعبادة أتفرغ للدعاء أتفرغ للصلاة فما أريد الزواج أبدا فقال لها ولم ليش ما تريد أن تنزوجين قالت ألتمس في ذلك الفضل أريد الفضل أريد الثواب أنشغل بالأولاد أنشغل بالزوج أنشغل بأعمال البيت ما أريد أريد أتفرغ أطلب بذلك الفضل فقال إن صري فيه رحي هذه العبارة الأدبية المحترمة إن صري فيه لكن لو إحنا باللغة الدارجة در رحي در رحي صري فيه فلو كان في ذلك فضل لو كان في عدم التزويج فضل لكانت فاطمة سلام الله عليها أحق به منك إنه ليس أحد يسبقها إلى الفضل أو في عهد النبي بعض الأصحاب حلفوا أن لا يناموا الليل إنما يسهروا بالعبادة أن لا يأكلوا في نهار إنما يقطعوا النهار بالصوم وأن لا يتزوجوا ولا يقتربوا النساء النبي منعهم من ذلك وقال لا رهبانية في الإسلام إحنا ما عندنا هالنوع من الزهد في الدنيا في الإسلام ما في رهبانية أصلاً قرآن يقول رهبانية ابتدعوها هذا النوع من الرهبانية الله ما أراد الله خلق هذه النعم وخلقك أنت وجعل عندك حاجة في استخدامها أحياناً الحاجة شديدة جداً لكي يستمر الناس في التناسل والتكاثر الله جعل شهوة الجنس في الرجال وشهوة الأمومة في النساء هذه الحاجة خلقها ليش؟ لأن لو بس العقل ما أحد يزوج له ما في شهوة وما في رغبة وما في لذة ليش واحد يورط نفسه؟ الله يريد تكاثر البشر فخلق هذا النوع من اللذة والرغبة والإمام الصادق يشير إلى ذلك في توحيد المفضل يقول لولا هذه اللذة وهذه الرغبة وهذه الشهوة ربما لم يتزوج أحد الله يريد من عندك أن تتمتع بما خلق لك تصور لو أن أباً اشترى بيتاً وأثث البيت واشترى حاجات ثم دخل أولاده في ذلك البيت وامتنع أحدهم من الاستفادة من البيت من الرفاهية الموجودة فيه من الطعام الذي هيأه الأب ألا يزعل الأب؟ يقول هيأت لك الطعام لكي تأكل كثيراً من الآباء يعملون المستحيل حتى يتمتع أولادهم بما اشترى هؤلاء لهم إذا الطفل ما يأكل تشوف الأب اشتكي أن هذا ابني ما يأكل أجيب لأنواع الطعام ما يأكل زي أن أنت اللي جبت أنواع الطعام حتى يأكل فعلاً ومن حقك أن تزعل إذا ما أكل مع أن الأب لم يخلق ولده ورحمة الأب لا تقاس برحمة الله الواسعة والله خلق النعم لعباده حتى يتمتعوا بها ولذلك نجد أن ربنا يعطي الأجر والثواب إذا استفدنا مما خلقه لنا أن تتأكل الطعام وتشرب الماء وتنام وتتزوج وتتمتع بما خلق الله في هذه الحياة وتثاب على ذلك لأنك استفدت من نعم الله في حلال وإذا كانت هناك قواعد وأصول يلزم الأب أولاده بها فلمصلحتهم إذا قال هذا الشيء لتأكله لأنه يضر لا لأنه لا يريد أن يتمتع بما هيئه لك ورحمة الله سبقت غضبه يعني في الدرجة الأولى رب العالمين يريدوا أن يرحمنا أني لم أخلقكم لأربح عليكم بل لتربحوا عليكم الله يريد يسعدنا ترجمة نانسي قنقر